اجت الموافقة قضائيا باغلاق خناس البغداديين رسمي اغلاق رسمي صوت اخر يخنق في العراق تحتفل الميليشيات واتباع الاحزاب السياسية باغلاق منبره ليس لشيء بل انتقادات وجهت لأحد زعماء التيارات السياسية والمتهمة بالفساد شأنها شأن باقي الاحزاب هذا الانتقاد كلف مقدم البرنامج علي الذبحاوي كثيرا بعد تأكيد ادارة قناة البغدادي اختطافه من قبل ميليشيات مسلحة في اعتداء ليس الاول على الذبحاوي الذي اختطف وضرب ايضا بسبب عمله الصحفي العام الماضي واحصى جمعية الدفاع عن حرية الصحافة العراقية اكثر من ثلاثمائة وخمسة واربعين اعتداء طالت الصحفيين خلال العام الماضي في احصائية وصفتها الجمعية بالمخيفة شملت عمليات ضرب اختطاف ودعاوى قضائية كيدية واقع وضع العراق في ذلك الدول عالميا بترتيب حرية الصحافة على قائمة منظمة مراسلون بلا حدود والتي وصفت الترتيب بالمخزي باعتبار العراق ودول اخرى مثل سوريا واليمن من اكثر الدول خطرا على الصحفيين ذلك بخلاف ما تروج اليه حكومة السوداني والتي تشير الى صونها حرية الصحافة والتعبير في العراق وبالعودة الى انصار التيار الصدري الذين ينتصرون لزعيمهم تتكرر ذات الصور في ذكر انطلاق ثورة تشرين حيث قامت ميليشيات القبعة الزرقاء التابعة للتيار نفسه بحجة انتقاد المتظاهرين لمقتدى الصدر ايضا بالسيطرة على مبنى المطعم التركي في بغداد والعديد من معاقل المتظاهرين في بابل والناصرية وكربلاء والنجف ذلك في شباط الفين وعشرين عبر هجمات رفقتها اعمال عنف سقط بسببها العشرات من المحتجين بين قاتيل وجريح حارمين العراق من فرصة ذهبية ومنابر مهمة كانت يمكن ان تنهي حكم الاستبداد والفساد فيه